اشتركوا في القناة التمويلات الإسكانية كأحد مخرجات فعالية الشراكة مع القطاع الخاص التي أقيمت الأسبوع الماضي تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقد سرحت سعدة سيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكاني والتخطيط العمراني بأن المعرض شهد على مدار الأيام الماضية تفاعلا من قبل المواطنين مع العروض الحصرية التي قدمتها الشركات العقارية المشاركة في المعرض والتي بلغ عددها 11 شركة بالإضافة إلى العروض التمويلية الخاصة التي قدمتها البنوك والمصارف التجارية المشاركة بالمعرض كما أشرت الوزيرة إلى أن المعرض شهد إقبالا على حجز مخطط الامسيان الذي طرحه بنك الإسكاني الذي يوفر 260 قسيمة بمنطقة ديار المحرق حيث تم حج التساعات الأخيرة حجز 190 قسيمة سكنية من قبل المواطنين